السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة الشاف صلاح البطني قبل ما نبدأ الفيديو عنها اليوم ما تنسوش تصلي وتسلم على رسول اللي عليه افضل الصلاوات اليوم ان شاء الله نحضره مع بعض بسبوسة مع اسلة فقط تبسوش حبة انت على البيض و انت حضرتي اروع بسبوسة القهوة تعاصر خليكم ضكوا مع الوساء مع المقادير مشاهدة منتاع الجميع نبدأ على بركة الله اول حاجة رح نبدأ مع الشربات او العسل اللي رح نشرب به البسبوسة تعنا نجيبو لنا كاسرونو نديرو كاسونوس انتاع الصكر انا استعملت هاد الكاسير في 220 ميليليليتر و راح ندير الضيف انتاع الصكر يعني راح ندير ثلث كيسان انتاع الماء ثلث كيسان تع الماء من الاحسن توم اذا عندكم شهر يحة عيمون اضيفوها ما عندكم ماليش في الاخير نضيفو لفاني ونحطوها على النار كينشوفوها هست الغليان حسبوها عشر دقائق ونبعد نطفيو عليها النار كينطفيو عليها النار كينضيفو نضيف لها ملعقة عسل ونضيف لها ضوء الفانيلا حوالي نصف ملعقة على قهوة صغيرة فقط ونضيفها تبرد تماما كنشفوها بردتنا بدون نخدموه في البسبوسة او عجين بسبوسة نجيبوه لها ريسي بيون نضيفوه في هازوش حبهات البيض يكونوا من حجم كبير وايضا يكونوا بدرجة حرارة الغرفة هذو من اساسيات نجاح البسبوسة لازم يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة وايضا يكون ذو حجم كبير عندي ايضا هنا قرصة تعل ملح دائما نقول لكم في الحلوية تنضيفوه القرصة تعل ملح عندي ايضا نصف كاس انتع السكر بنفس الكاس راح نكيل كامل مقادر عندي نصف كاس انتع الزيت عندي كاس غربة انتع الحليب وعندي ايضا هنا علبة تاياورت ناتوير ممكن تستعملوا ذوق فانيلا ذوق الفارولة كما تحبوا ولكن من الاحسن يكون ناتوير ولا يكون ذوق الفانيلا وعندي اللي هنا ضوق الفانيلا او عطر الفانيلا انا استعملت السائد اذا عندكم انتم الغبرة عندكم قشور ليمون المهم تنكهوها بحاجة ومن بعد اللي هنا نجيبوه الباتر اللي هنا الباتر في البداية نخدموه بالسرعة تكون متوسطة ومن بعد نمشيوها بشوي بشوي نمشيوها لسرعة قاوية ايضا دائما هذا نقول لكم هذا من اساسية نجاح الوصفة التاعنا سرتوه في الحلويات ونخلطوه اللي هنا انا نسرعت لكم في الفيديو لازم نخلطوه على الاقل خمس دقائق حتى نجنسو كم المكونات بعد ما نجنسونا هذوك المكونات بنفس الكاس اللي كي ينا به الشربات اللي كي ينا به المكونات الاولى راح ندروا كاس ونصف تا سميد انا استعملت سميد انتاع الكسر العادي ليلقاهه في الصاشية هذوك ما غير بلت منحية الرقيق منحية الخشين ديركتو عنا ايضا كيس تاع خميرة كيميائية وما استعملتش اللي هنا لفعلنا ورح نخلطوه بالفوي ولا بسباتيوه المهم حتى ندخلوه هذك او ندخلوه هذك السميد والخميرة مع هذك الخالط حتى نجنسو جيدا من الاحسن تخدموه بالفوي بهذه الطريقة شوفوا القوامتها ما هوش عاقد وايضا ما هوش سائل بزاف نخلطوه جيدا ونبعد راح نجيبوه البلاطو او المول تاعنا اللي راح نحضره فيه هذ الكيكا او راح نطيبوه فيه البسبوسة تاعنا نجيبوه لنا هذك المول انا استعملت مول دائري القطر تاعيوه حوالي 28 سنتيماتر ندهنوه بشوية زيت ولا بزبدة كما تحبوه لازم باش مبعدات سهل عليكم العملية نزع البسبوسة بكل سهولة ونفرغوه هذك الخالط كامل في هذك البلاطو تاعنا وايضا ممكن في الحشواء اضيفوا كوكاو يكون محماص اضيفوا جوز الهند كما تحبوه هذي لكم الاختيار انا راح نضيف فقط من الفوق لي انو ما عنديش بزاف كوكاو وعندي اللي هنا كوكاو ايفيلي من الفوق فقط كتزيين بسيط بعدها راح نعطيكم الشكل كتطيبون للبسبوسة تاعكم نفوتوها الفرن على 180 درجة كي نشوفوها حمارة ملتحت نزيد ونحمروها من الفوق نعطوها تحمارا كما كم تشوفوه بعد ما اللي هنا طابت البسبوسة تاعنا سخونة وشربات تاعنا راهم بردين مليح لازم ما ندلوش برد في برد ولا سخون في سخون لازم حاجة سخونة حاجة بردا واذا كانت البسبوسة تاعكم بردا لازم الشربات تاعكم تكون سخونة مليح باش تشرب مليح وم بعدها ما تجيكمش مع الجنو بهذا الطريقة ونخليوها تتعسل جيدا وم بعد ان شاء الله نجيو ان نقسموها مع بعض ولي هنا الحاجة الوحيدة اللي ننوه عليها انكم البسبوسة تخليوها تبرد تماما يعني على الاقل على الاقل تخليوها ساعة ونص تقسموها في البداية كي تكون سخونة ولكن لا تنحيوها للاطراف حتى تبرد تماما باش من بعدها كل طرف يجي وحده ما تقولوش ما صلحت الناج ولا راه تتفتت لازم تخليوها بردا ما تقطعوها شو هي سخونة وتنحيوها من القوالب وهي سخونة قطعوها هي سخونة عادي بالصح ما تنحيوها من من البلاطو وهي سخونة لازم تخليوها تبرد تماما وكي نقولكم تبرد لازم تبرد بهذه الطريقة اللي هنا كما كم تشوفوا انا حبيت نقسمها لكم مليح تقدروا تدلوها مقلودات تقدروا تدلوها مربعات كما تحبوا لكم الاختيار في تقسيم بتاع البسبوسات عاكم ويجي الشكل تحراقي وايضا اللون تحائشهي وتقدروا تتقدموها في لي كيسات ولا تقدموها كما تحبوه في بلاطو ولا في صحن ولا اذا هذن هذي هي اللي هنا انا بما انو ما زلت سخونة اه ولاني نصور باش نحط لكم الفيديو كما كم تشوفوا راه تفتت للي انو ما زلت سخونة ولكن كي تخليوها تبرد مليح من بعدها راح تشوفوا النتيجة كيفاش وهذا عن تجربة اذن هذه هي النتيجة الاخيرة انتعال بسبوسة اتعناها تجي مشربة تجي معسلة وتجي ايضا طلعة ما شاء الله وتجي مرملة اذن اذا عجبتكم الفيديو طعنها اليوم معليكم الى تكثروا لهم اللي جاموا تكمونتي ولأسف الله فيديو واذا عجبتكم القناتي معليكم الى تدلو اشتراك ولا ابنوا ولا سبسكرايب فعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد انتعي ما بقى اني اقول لكم شهيدكم بالصحة انتلاقوا في عدد اخر تهلا في روحكم صحة قهوتكم وسهلا